وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين مخلصين له الأبادة مخلصين الوجه والقصد إليه أيضا حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد فالحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد وقد تقدم بيت شار ذكرته امرأة فيه ويتداعب ولدها قائلة والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله يعني ميول وانحراف أو ميول وتباعد ما بين الرجلين فالحنيف المائل لكن هنا مائل من الشرك إلى التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا أصل في الإخلاص وأن العمل المتقبل هو ما كان خالصا لله حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة دين الملة القيمة التي تقوم بها حياة الناس وتقوم بها شؤون الناس يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها تكرير إن الذين كفروا من أهل الكتاب في دليل على كفر لحود والنصارى والمشركين في نار جهنم قالدين فيها أولئك هم شر البرية شر الخليقة إذن إذا كان أهل الكفر شر الخليقة فهم أشر من البهائم وأشر من الكلاب وأشر من الخنازير لقد دلت النصوص على ذلك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وضربت لهم الأمثلة بالحيوانات قال تعالى في شأن الموارضين والمنسلخين من آيات الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس قال تعالى فما لهم عن التذكرة موارضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لذا أطلق على القرآن مثاني من أسباب إطلاق كلمة مثاني على القرآن أنه يأتي بذكر الشيء وبعد أن يذكر الشيء يأتي بمقابله فيأتي ببشرات لأهل الإيمان ونذارات لأهل الكفر والطغيان وهنا بعد أن ذكر حال الأشرار بين حال الأبرار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي خير الخلق وخيرهم قيل الخليل إبراهيم عليه السلام وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أحكم فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فأجابه النبي بقوله ذاك إبراهيم عليه السلام قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم وقيل إنه قال ذلك تواضع وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عادن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات عادن جنات إقامة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جعلنا الله إياكم منهم ترجمة نانسي قنقر